موسيقى حياكم الله مجددا نلتقيكم في مشوار برنامج متداول لهذا اليوم و هذه الحلقة التي من خلالها تابعنا أهم آخر الفيديوهات والقصص الرائعة والمتداولة على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بالتأكيد بحثنا في تفاصيلها وسنرعكم في الصورة خلال الوقت القادم ولكن قبل ذلك سأنوه عن العناوين لأول مرة نجاح زراعة قلب صناعي في مستشفى الناصرية موسيقى مرشح لم يحصل على أي صوت ويخسر الملايين المدرب البرازيلي جوربان فييرا يؤدي مناسك العمر لأول مرة نجاح عملية زراعة قلب صناعي في العراق خبر سر أحدث ضجة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي تصدر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام فما تفاصيله بداخل مستشفى الناصرية للقلب في محافظة ذيقار هنا أجريت أول عملية معقدة نادرة لزراعة قلب صناعي لمريض يبلغ من العمر ستين عاما يعاني من عجز القلب الاحتقاني غير المستجيب للعلاجات الطاقم الطبيع الذي أجرى العملية الجراحية المعقدة هذه هم عراقيون شاركهم فريق طبيون ألماني متخصص قادم من جامعة هنوفر الألمانية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا ترجمة نانسي قنقر العملية التي أشرف عليها فريق متخصص تكللت بالنجاح ووفقا لبيان رسميا لوزارة الصحة العراقية جرى توفير أربعة أجهزة أجهزة قلب صناعي واختيار وتهيئة المرضى الملائمين للإجراء لإجراء هكذا نوع من العمليات الصعبة وتعتبر هذه العملية علاج دائم لهم ومن جانبها أشارت الوزارة إلى قيام المستشفى بتوفير قاعدة بيانات للمرضى عبر إنشاء عيادة مختصة بمرضى عجز القلب وهي العيادة الأولى من نوعها في العراق يشرف عليها كادر طبي وتمريضي وتقني متميز فكيف تفعل العراقيون في السوشيال ميديا مع هذا الخبر الطبي العراقي المهم سنتقل إلى التعليقات الآن بعد أن ستظهر على الشاشة نبدأ بالتعليق الأول من عباس الذي قال في تعليقه يقول عباس فيما كتب جهود جبارة للفريق الطبي في مركز الناصرية للقلب كفوا منكم إيهيتي أخبار تسر القلب والله يوم اللي تعممها التجربة بجميع المستشفيات ونرجع بالمركز الأول بين الدول بعد عيني العراق هناك تعليق من عهود حسون تقول نفتخر بمستشفى الناصرية للقلب كل الشكر والتقدير والاحترام لكوادرنا الصحية والتمريضية وكل التقدير لمدير المستشفى الدكتور عقيل الخفاجي كان له دور واضح في إنجاز أو في إنجاح وتقدم مستشفانا شكرا هناك أيضا تعليق من أم الحسين تقول في تعليقها المفروض الوزارة تنشر أسماء الكاذر الطبي والتمريضي وتقدم مكافأة لهم الخاطر الله تستكثرون عليهم تطييب الخاطر هاي حال أغلب المؤسسات تسحل للموظف سحل وتقول له هذا شغلك هناك أيضا تعليق آخر من مؤيد ساري ممكن أي عنده معلومة دقيقة ما هو المقصود بالقلب الصناعي حسب معرفتي مشروع صناعة القلب الصناعي في مراحله الأخيرة لا يزال على يد طبيب عراقي الأصل في السويد تعليق من علي يقول علي زراعة القلب الصناعي جهاز يضخ الدم ويستقبل الدم وجهاز حساس لتنظيم معدل وكمية الضخ مصنوع من التيتانيوم وتمت زراعته لأول مرة في العالم عام 2013 تعليق مننا ريمان البارزنشي ألف تحية وشكر وعرفان للكادر الطبي الذي أجرى العملية الله يوفقكم جميعا ويكتب الشفاء العاجل للمريض حقيقة هيش أخبار تفرح الشعب العراقي بالتوفيق أيام صعبة ووصفت بالمخاض العسير يعيشها المرشحون الخاسرون ممن لم يحالفهم الحظ بالفوز في انتخابات مجالس المحافظات فمع إعلان النتائج ومنصات التواصل الاجتماعي تضج بفيديوهات تهكمية ساخرة وتسجيلات صوتية مسربة لبعض المرشحين الذين لم يتقبلوا الحقيقة المرة بخسارتهم تلك في السباق الانتخابي ثمت فيديو متداول بين الناشطين لاقى موجة من التهكم والتحشيش العراقي وانتقادات واسعة يرصد فيه حوار ساخن بمكالمة هاتفية جارت بين مرشح خاسر وأحد المروجين لحملاته الانتخابية أهلا أستاذ حيدا أهلا أستاذ حيدا شونك حبيبي أصواتنا وصلت ومنتصرين إن شاء الله وساعات قليلة تفسلنا عن ساعات النصر أستاذ حيدا موجوداني أهلا أتصل عليك من البار حالي اليوم أخيرا أبلا أتخليني أساقهم أتفر دفن من البار حالي اليوم أتصل عليك ما جاوبني أستاذ حيدا ملتي يا روج لحمل الانتخابية ما لحضرتك أولا أتويني بيامكان أنت بس فاهمني شيت روج أولا أتخيلانين وأنت تقل لي ساعات قليلة تفسلنا على الانتصار يا انتصار أستاذ حيدر مدرست الاندلس مالتنا تابعتنا كلها منتخبة أستاذ حيدر تمالك نفسك رحمة على والديك أخذت لك 13 مليون 13 مليون وقال ما يديك وداعتك كلها وزعتها بالتساوي وداعت عيونك أستاذ حيدر لا هاي سيارة الوالد القديمة وداعتك مو من فلوسك ألو أستاذ حيدر تسمعني ألو إنه ضعيف الشبكة ضعيفة عمود جردتني ولك بالعندلس ولا صوت وداعتك هذا صبعا دغمث أنا انتخبتك سيد حيدر أنا شخصيا ولك نعقيك حماية يقول كل شماك ويقول لا صبعا دغمث ولا مطل واحد ربع دينا أرى الله يهل تكون جردتني ألو ألو لوت صاير بالشبكة ألو سيد حيدر ألو ولك جلطتني رحمه وتخذت مني 13 مليون دينار وين وديتها إذن المرشح الخاسر لم يتمالك نفسه سيطر عليه الغضب بدأ بالصراخ لعدم حصوله على أي أصوات بالانتخابات حاول معرفة أين ذهبت المبالغ المالية التي صرفها أو أنفقها على حملاته الإعلانية الدعائية ودون نتيجة تذكر وكحال ردة فعل المرشحين الخاسرين البعض منهم مستمر بالتهديد والوعيد وشتم العراقين ومن لم يعطيه صوته البعض الآخر بدأ يتصب جمهوره لاستعادة أمواله التي أنفقها عليهم ووزعها عليهم أما ردود الأفعال والأرى والتعليقات في السوشال ميديا حول قصة المرشحين الخاسرين في هذه الانتخابات نبدأها من بيداء القيسي تقول بيداء في تعليق لها كتبته فتقول أكون مرشحين حتى عوائلهم ما صوتي لهم زين شكوا علي من مرشحين وليش خليتوا نفسكم ابهيتي موقف صعب هس المهم تقبلوا الخسارة وبلدو خطرس وفضائح وعيب امسكوا لسانكم تعليق من علي يقول مثل جماعتنا ذاك الواحد لبك خمسين ألف وما انتخب المرشح وطفر بس حي دار قهرني خطية محروك قلبة ثم يضحك جاي الشابت والنسب عربيل وبدل سيارت براسك وبالآخر ولا صوت ما جاك هناك أيضا تعليق آخر من أياد الأستاذ أياد يقول ماكو مرشح خاسر بالانتخابات وعن تجربة كل اللي ميفوز راح قائمته مات تتركه واتدور لمنصب مستشار مدير عام مدير قسم معاون رئيس شعبة والأمثلة كثيرة أيضا تعليق آخر من جاسم هيثم يأخذون فلوس مال دعاية وبوسترات ليصرفوها وكلها بجيوبهم تبقى يصرفون شي قليل منها أما هذا المرشح فيستاهل الخسارة إذا بس لشخص واحد عاطي 13 مليون تعليق آخر من عالي تخيل هالنماذج دا تلزم بلد وتحكما سجاد بربيل ومأخذ مأخذ سبع شدات وإبراهيم أخذ 13 مليون طلعوا المرشحين كلهم زناقيل يقول راح تجلطني ولا صوت ما جايته هاي شلون لعد كارتل 5 ما غزر أيضا تعليق من أبو أيمن عمي وإن القضاء هؤلاء يعترفون بإعطاء رشوة وشراء الأصوات وأكو دليل صوتي يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أدى المدرب البرازيلي جورفين فييرا مدرب المنتخب الوطني العراقي وبطل كأس آسيا عام 2007 أدى يوم أمس مناسك العمرة وشارك فييرا الذي يدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السيب العماني حاليا شارك صورته من أمام الكعبة المشرفة وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لفييرا في أثناء مناسك العمران يذكر أن فييرا أعلن إسلامه في عام 1990 بعد ما يقارب عشر سنوات في البحث والدراسة للقرآن والأحاديث النبوية الشريفة والاختلاط بالمسلمين وسؤالهم عن أمور دينية كثيرة ترجمة نانسي قنقر الغريب أن جوربان فييرا قبل سنة 1990 قال إنه كان لا يؤمن أصلا بالأديان ولا بوجود إله لكن بعد إسلامه شعر بالنور الكامل ولا زال إلى يومنا هذا مسلم ملتزم بعباداته وتقوصه أما التعليقات والآراء وردود الأفعال التي كتبت في منصات التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقاطع الفيديو هذه لجوربان فييرا وهو يؤدي مناسك العمر كانت كالتالي اخترنا طبعا نماذج من تلك التعليقات والآراء الواردة وسنقرأها الآن بعد أن تظهر على شاشة نبدأ من تعليق أول من كالم قاسم يقول القلادة اللي لابسها تشير للعراق من سنة 2007 وهي في رقبته مدرب له احترام ومحبة كبيرة جدا في العراق نعتبر واحد من عندنا خصوصا بعد ما افتتح ملعب كربلاء الدولي وأنا شهد التواضع والمحبة المتبادلة هناك أيضا تعليق آخر من مهدي يقول في تعليقه مهدي جرد القفاري يقول عمي خلف الله عليك فييرا وجبت لنا كأس آسيا وعمرة مقبولة إن شاء الله تعليق من محمد يقول محمد عميد حسين يقول في تعليقه مغربية الجنسية وليس العراقية هو من أصول برازيلية وزوجتها مغربية واستسلم يعني وأسلم هناك أيضا تعليق من محمد إنسان بسيط وطيب وحب العراق والشعب العراقي فهو بتصرفات المسلم الحقيقي وإن لم يسم صحة والعافية لهذا الرجل الذي جلب الفرحة للعراق ويستاهل الجنسية تعليق من محمد الكردي يقول هذا الشخص الله حبه وهدى للإسلام الله يوفقه إنسان شريف ونظيف وأخلاقه هناك تعليق من عاد العيد هو مسلم من زمان من أيام تدريب منتخب العراق وهو برازيلي مش برتغالي المهم أنه مسلم ما شاء الله تبارك الله من قصة جوربان فييرا وهو يؤدي مناسك العمر في الكعبة المشرفة نذهب إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة والرائجة على منصات السوشيال بيديا والتي أيضا أحدثت بلبلة وضجة وجدالا انتقيناها لنخل في تفاصيلها لكن دعوني أيضا أبدأ بعنوينها بمساعدة رجلين أب يخطف ابنتيه بعد تخديرهما في مصعد لوتسيرين زليخ هاميخونيش منتسب يوجه رسالة للنساء طفل فلسطيني يفقد القدرة على الكلام خوفا من القصف أيام واسابعة والأجهزة الأمنية منشغلة بتنفيذ خطتها آل أمنية الخاصة بحماية وتأمين مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات فمع دخول القطاعات العسكرية حالة الإنذار القصوى جيم ألزم الجميع بالدوام بشكل مستمر فلم يسمح لهم بالغيان ولا التمتع بالإجازة لكن ما أن انتهت العملية الانتخابية وأدوا المهمة بنجاح أو المهمة بنجاح وتفانن تم رفع حالة التأهب وعيد كل شيء إلى نصابها هناك فيديو متداول لمنتسب أمني وهو يسعد للنزول بعد معاناة وغياب داما قرابة الخمسة وعشرين يوماً أحب أن يواجه رسالة إلى زوجته وإلى النساء المتزوجات من العسكري بشكل عام وهو يحدثهم بمنتهى الصراحة والجرأة راح ننزل للبيت بعد معاناة عشرين يوم والخمسة وعشرين يوم منذار وانتخابات نايمين بالمدارس وراح نتلقاها هتحبني اشتاقيت لي أفراق صعب عليك لا أفراق صعب ولا هاي كفيري تلا هاي الكلمة عندها اش اسمه عسكري ها إذ ما رقم له وحده أخذ لرقمه من الحايط على الوسيلة الثانية إذ ما أخذ لرقمه من الحايط أخذ له يوزر وما شاء الله بالمدارس قد يوزرات على الحايط فأي وحده لتقول من هستقلتين كفيري تلا لو صيران زليخة هم يخون كن يخون عم منذار وانتخابات واني نولي كفيري تلا لو تصيرا زليخة اللي يخونش يخونش المنتسب فاضح نفسه وزملائه وكشف لزوجاتهم ما الذي فعله البعض منهم طبعا وليس الجميع عندما تسلموا المدارس أي مراكز الاقتراع الانتخابية مؤكدا أنهم قضوا أوقاتا ممتعة بعيدا عنهن وبحثوا لهم عن صداقات جديدة مع الجنس اللطيف ألا ما يبدو أن المنتسب يريد بشكل أو بآخر أن يشعل فتنة كبيرة باعترافه الخطير هذا الذي لاقى كما من الانتقادات وردود الأفعال والتشكيك بعدد من ردود الأفعال والآراء والتعليقات المكتوبة على منصات التواصل انتقينا لكم منها بعضا من تلك الآراء والتعليقات هنا تعليق من أحمد هذا التعليق تقول وأنا اللي عندي أتصل عليه ويقل لي مجهول بالمراقبة والتفتيش والقائد فوق رأيسي طلعت هاي تاليها قاضيها وانسوا كيفه وصداقاته وآن الوقت كله بالبيت محبوسه مع الجهال بسيطة تعليق آخر من أبو جمانة يقول أبو جمانة كفي لك الله رأسنا محكينا رأسنا محكينا رأسنا محكينا ونوم ما شابعين دق واجبات هي مال ترقيم احتي عن نفسك أنا ما أخذت بس رقم الفراشة الله وكيلك تعليق آخر من نور الهدى هاي شنو صدوق هيشي قضيتوها والله إذا أفتش بموبايل زوجي المنتسب وبيه رقم ابنيه إلا أقلب الدنيا عليه وإلا أقعد له بالبيت ثانية ثانيا عود خلي ثاني شي أي ولا أقعد له بالبيت ثانية عود خلي تفيد صاحباته تعليق من شاهين العبيدي اللي عندي أخليها تاج على راسي ومستحيل أقولها هاي أم جهالي وبيتي وما أبدلها بكل وزارات البنات ولا بأرقامهين وعيونك شان كل همي شلون راح تقضي فترة الانتخابات والحمد لله عدت حازم الخفاجي يقول كل شخص يعمل بأصله وتربيته ومو صحيح كلامك كل من يراه الناس بعين طبعة والشاب يعكس أخلاقه وتربيته بهذا الوقت هو يمثل نفسه وشخصيته قدام العالم الخلافات العائلية كالطلاق مثلاً قد تتسبب بمشاكل ما بين الطرفين ولن تنتهي القصة بالانفصال ففي عام الفين واثنين وعشرين انفصلت سيدة مصرية عن زوجها وحصلت على حكم بحضانة ابنتيها ولكن يبدو أن الأب الغاضب لم يرضى بذلك فقرر اختطاف الطفلتين البنتين بعد تخديرهما بداخل أحد المصاعد بمساعدة الشخصين مقابل مبلغ من المال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو هذا لحظة تخدير الفتاتين واختطافهما مما أثار الرعب والهلع بين الأهالي طبعاً كشفت وزارة الداخلية المصرية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين بالفعل وهو منفصل عن والدتيهما التي بلغت عن تلك الواقع وواقعة الاختطاف كما أكدت الشرطة أيضاً أن الأب غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها ترجمة نانسي قنقر 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 تباين قيام والد الطفلتين بالاستعالة بشخصي ظهره طبعا في مقطع الفيديو لارتكاب تلك الواقع على النحو الظهر في مقطع الفيديو وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقع صحبة ناجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحذاء الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية طبعا أما ردود الأفعال والآرى والتعليقات حول هذه الحارفة الغريبة في مصر وقيام هذا الأب باختطاف ابنتيه بهذه الطريقة الغريبة أيضا حقيقة كيف لأبن أن يخطف ابنتيه بهذا الشكل وإن كانت هناك خلافات بينه وبين طليقته التعليقات كانت كثيرة نبدأ من مناس طارق يقول في تعليقه كفاية نشر الفيديو الداخلية حققت فيه وطلع أبوهم ومعا اثنين مأجرهم بالفلوس كفاية تبث الرعب في قلوب الناس هناك أيضا مداخلة وتعليق من يسري والله حناخذ فكرة عاطلة عن المصريين أدمع من شوف مظاهر عنف وقتل واختطاف وجرائم قاتل زوجته غسل شرفة قاتل خطيبته قاتل وحدة بيحبها رفضته اغتصابات متنوعة هناك أيضا تعليق آخر من روان روان سمير تقول حسب الله ونعم الوكيل فيه كيف بيهون عليه يعيش بناته بهيك موقف مرعب هناك أيضا مداخلة أخرى من نورا تقول الأب المريض الذي يعرض بناته أو يعرض بناته لموقف مرعب لا يمكن ينسوه طول حياتهم أكيد أنه ما يعرف أي شيء عن الأخلاق والتربية والإنسانية وحش همه الوحيد الانتصار بأي شكل تعليق من كوكي تقول في تعليقها كوكي نا أزمير تقول كيف يقبل أب أن تعيش بناته هكذا موقف صعب يؤثر على نفسيتهم وعلى صحتهم النفسية في المستقبل حسبنا الله ونعم الوكيل تعليق من أمنية الشاذلي سيظهر تعليق أمنية أمنية الشاذلي قالت في تعليقها الأب لازم يشوف أولاده وقت ما يحب ويأخذهم لو عاوز ويصرف على أولاده من سعته وكل أم لازم تكون عارفة أنه الواحد دول أمانة وما سيرهم لباباهم وما سيرهم لباباهم وتتقبل دا وما تقطعش رحمهم يدفع الأطفال في غزة ثمنا باهضا من أرواحهم ومعنوياتهم جراء الحرب التي يشنها الكيان المحتل على القطاع منذ أكثر من شهر دون رحمة دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية أو أخلاق حرب ولأنه كان نحو نصف شهداء الحرب الذين كسروا حاجز العشرين ألفا من الأطفال فإنما الناجوا من القتل حتى الآن يعيشون واقعا مريرا لا يمكن مطلقا أن يكون واقع منهم في مثل أعمارهم في مقطع فيديو ظهر طفل فلسطيني مرعوب مرعوب من شدة القصف الذي كاد أن يستهدفه ففقد القدرة على الكلام بسبب الهلع والرعب والخوف الذي شاهده والطفل الآخر الذي كان بجانبه أيضا مرعوبا هو الآخر في مشهد لا إنساني لم يحرق ساكنا لم يضع حدا للجرائم اليومية الدموية التي ترتكب في غزة بحق الأبرياء والمدنيين والأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن يا جماعة مع أولاد وأطفال حلوين نزحوا من تل الهوى ومن وين ومن مغرق ومن مغرق ومن وين انت ومن تل الهوى يلا أحلى باي للكاميرا يلا في باي للكاميرا طيب بدي اسأل سؤال مين أحسن لك تسافر ولا ترجع على غزة ترجع على غزة كلنا زيه صح كل احترام يلا مين ضال بتتصوري يجي تعال 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 طلع طلع محلت طلع 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 محلت طلع يا عين يا عين يا عين إحنا رحنا نغير جو قال على البحر لقينا الحلوين هدول إيش بدنا أحلى من هيك يا جماعة يلا كل احترام لك انت أحلى واحد في العالم أطفال يرتجفون آخرون يموتون ببطء تبدو أحلام الأطفال هناك كلها واحدة وبسيطة جدا وتمثل أبسط حقوقهم التي نصت عليها القوانين والعراف الدولية لكنها لم تعد ممكنة في ظل المأساة المستمرة التي عيشها الغطاع في غزة ويمثل الأطفال سبعة واربعين بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم مليونين ومئتي ألف نسمة أما ردود الأفعال والآراء والتعليقات المكتوبة حول قصة الطفلين التي شاهدناها الآن في مقطع الفيديو كانت كالتالي نبدأ من سهيلة شاه تقول في تعليق لها ضعت كل الكلمات التي تعبر على ما يحدث في غزة إلى الله المشتكى حسب الله ونعم الوكيل ولك أيضا تعليق من وليد خايفين ومرعوبين حرام ينلي صير فيهم أولا يكف بربك أنه على كل شيء شهيد يا رب خفف على عبادك الضعفة يا رب الكل خذلهم إلا رحمتك يا رحمن يا رحيم تعليق آخر من باسمة حمادة تقول الله يحفظكم استودعناكم عند الذي لا تضيع ودائعه الله أكبر أنتم الأبطال رجال المستقبل الشجعان الله يسر عليكم ويفكر بدكم ويفرج همكم يا الله رحمتك 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 ونصرك يا الله تعليق آخر من سحرة تقول أو ساهرة تقول هل هناك غشاو على عين العالم كل هذا الإجرام ضد الطفولة ولا يتحرك ساكن اللهم كن عونا لهم وسندا ضد العدو الغاشم هناك أيضا مداخرة من عبد الله يقول ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يقويكم ربي يقويكم ويكون معكم هناك أيضا مداخرة من أمم محمد ماذا قالت أمم محمد تقول اللهم أسألك بعودتك وجلالك أن تدمر السفن الحربية والقواعد الحربية اللي ما يكونش والإنجليزية ودول الغرب كله بنورك إنك قادر على كل شيء وآلث قلوب العرب من غزة ومن هذه القصص المساوية المستمرة من هناك والتي تأتينا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال الناشطين في غزة أيضا كانت هذه آخر قصة من هناك ووصلنا بكم إلى ختام المشوري برنامج متداول لهذا الليوم وهذه الحلقة بالتأكيد ستكون لنا عودة في بداية الأسبوع القادم في يوم الأحادي القادم في الخامسة المساء أيضا حتى ذلك الحين بالتأكيد أتركهم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة